أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين مر معنا فيما تقدم أيها الإخوة قصة بناء إبراهيم عليه السلام للبيت هذه الكعبة المشرفة التي قال الله تبارك وتعالى فيها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقد سبق ذلك مجيء إبراهيم عليه السلام بابنه الرضيع وبأمه وتركهم في هذا المكان لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى الذي أوحى به إليه وبعد أن كبر هذا الصبي وأصبح رجلا راشدا قويا جاء أبوه وأخبره أن الله سبحانه وتعالى طلب منه أن يبني بيتا فالابن البار قال لأبيه امضي لما أمرك الله قال وتعينني قال وأعينك فبنى يا البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولما اكتمل وهم في أثناء أثناء البناء كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى يدعون الله سبحانه وتعالى لذريتهم ونسلهم واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم ثم بعد ذلك اكتمل بناء البيت وأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج كل هذا تقدم معنا ولكن ما هي أهمية بناء البيت هذا البيت أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ بئثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا هو مقتضى الحكمة من هذا البناء أن يكون توجه المسلمين إلى هذه البقعة هذه حكمة الله وهذه إرادته وهذا أمره ولا يمكن لأحد أن يعترض على ذلك وأن يقول لما لم يكن هذا البيت في الشام أو في اليمن أو في المكان الفلاني هذا أمر الله والمؤمن إذا جاءه أمر الله لا بد أن يستجيب وأن يطيع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكن بعض العلماء المعاصرين علماء الطبيعة قالوا إن مكة في قلب العالم إنما كان البيت هذا يمثل نقطة الارتكاز في الكرة الأرضية وهذا إن ثبت فإنما يزيد إيمان المؤمن بربه وبشريعته لكنه لو لم يثبت فإننا لا نغير ولا نبدل ولا نشكك في أن هذا التوجه إلى الكعبة وأن كون الكعبة هي القبلة هذا أمر الله سبحانه وتعالى وهذا مقتضى حكمته عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكان يصلي إلى الكعبة يستقبل الكعبة في صلاته تعلمون أن الصلاة شرعت في فترة مبكرة شرعت في السنة الثانية من الهجرة ليلة أسرية بالنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج ولكن عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان اليهود في المدينة وهم أهل الكتاب وعندهم خبر يقيني عن بئثة هذا النبي وعما يحصل له من استقبال القبلة أولا إلى بيت المقدس ثم تحوله بعد ذلك إلى الكعبة فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ستة عشر أو سبعة عشر شهر استقبل بيت المقدس أول مقدمه المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قبلته التي هي قبلة أبيه إبراهيم الكعبة وهي في بلده وهي الأمر المعروف الذي يحج إليه الناس فكان النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه يحب أن يوجهه الله تبارك وتعالى إلى الكعبة ولكنه استجاب لأمر الله تبارك وتعالى فكان يصلي إلى بيت المقدس هذه المدة وهو إذا صلى عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء وهذا فيه ما فيه من الدلالة على رغبته ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم بأن تحول القبل إلى الكعبة لكنه ما طلب من ربه شيئا وهذا من كمال الأدب كمال أدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه تبارك وتعالى ومن أحق بذلك من النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم هذا الأدب من النبي عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه ما تكنه الصدور وما تخفيه الضمائر ثم بعد ذلك قد يتساءل سائل لماذا لم يوجه النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر إلى الكعبة أن يستقبل القبلة الصلاة إلى الكعبة في صلاته منذ مقدمه إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بأمر الله تألفا لقلوب هؤلاء اليهود أهل الكتاب لأنهم عندما يرونه يتوجه إلى قبلتهم ربما يكون في قلوب من كان فيه خير منهم أنهم يعودون وأنهم يقبلون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام استقبل هذا مدة من الزمان ثم بعد ذلك توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة بأمر الله تبارك وتعالى لم يرد في القرآن الكريم نص يدل على وجوب التوجه إلى بيت المقدس ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه إليها بسنته التي أوحى بها الله تبارك وتعالى إليه ثم نسخ هذا الأمر عندما أمر بالتوجه إلى الكعبة الله تبارك وتعالى مهد في هذه الآيات لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية الأولى فيها تمهيد وتوطئة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يصاب باليأس والإحباط من هؤلاء القوم الذين جاء إلى بلدهم وتوجه إلى قبلتهم لعلهم أن يثوبوا إلى رشدهم ولعلهم أن يتبعوه فالله طمأنه وبيّن له أن هؤلاء القوم لن يجدي معهم شيء وأخبره الله بما سيقولون سيقول السفهاء ووصفهم الله سبحانه وتعالى هنا بالسفهاء والسفه الخفة وقلة العقل وقلة الحكمة ومر أيضا قبل ذلك ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وهذا كما يشملهم يشمل أيضا الكفار والمشركين الذين كانوا ينقمون على النبي عليه الصلاة والسلام فالله مهد له وبين له أن هذا الأمر لن يكون مقبولا عندهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني اليهود هؤلاء سيقولون لماذا تحول عن هذه القبلة التي بقي يصلي إليها هذه المدة والكفار والمشركون والمنافقون سيقولون لماذا تحول كان يصلي إلى بيت المقدس فما الذي دفعه إلى التحول إلى الكعبة هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى والله أعطاه الجواب أعطى رسوله عليه الصلاة والسلام الجواب على هذه الشبهة قل لله المشرق والمغرب الكون كله لله والأرض كلها لله والجهات كلها لله فإذا أمر بالصلاة إلى جهة استقبال جهة معينة في الصلاة في وقت ثم أراد أن يحوله إلى جهة أخرى فله الخلق والأمر كل الجهات له وكل الخلق خلقه وكل الأمر أمره تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب لماذا هذا الاعتراض يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم يقرب قلوب عباده الطائعين من أمره واتباع نهجه وإطاعة ما أمرهم به يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول مطمئنا للأمة المؤمنة مبينا شأنها الأمة المؤمنة مع محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداء الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة المحمدية لتكون هي أمة العدل وأمة الاستقامة في هذا الكون بالتزامها بشرع الله وبإطاعتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة الوسط التي ليست جافية ولا مفرطة ولا مقصرة أمة عادلة أمة مستقيمة أمة خيار كذلك جعلناكم أمة وسطا هذا بأمر الله سبحانه وتعالى بقدر لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداء ورد في بعض الأحاديث أن بعض الأنبياء في يوم القيامة يقفون أمام الله سبحانه وتعالى فيسألهم هل بلغوا رسالاته إلى قومهم فيقولون نعم بلغنا فيسأل أقوامهم ومنهم نوح عليه السلام فيقولون ما جاءنا من أحد ما جاءنا من بشير ولا نذير فالله سبحانه وتعالى يسأله عن الشهادة فيقول إن أمة محمد يشهدون لي بذلك تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة فهم يشهدون لنوح ولهؤلاء الأنبياء الذين كذبهم أقوامهم حتى في موقف الحشر أنهم لم يبلغوا الأمة المؤمنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام تشهد بأنه قد بلغ من أين لهم قد يقول قائل من أين لأمة محمد أن تشهد على ما بلغ به الأنبياء السابقون مما بلغهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام الأنبياء بلغوا رسالات الله وقد علمنا ذلك من الوحي الذي نقله إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يشهدون على ما شهد لهم ما أخبرهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام هذا دلالة على تصديق الأمة لنبيها ويقينها بصحة ما يقول ويكون الرسول عليكم شهيدا الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة أنهم أطاعوه وأنهم قبلوا ما أخبرهم به وأنه استشهدهم فشهدوا له بالبلاغ كما حصل منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام استشهدهم قال ألا هل بلغت قالوا اللهم نعم قال اللهم فاشهد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات فالأمة تشهد على الأمم الأخرى بما بلغهم به رسولها صلى الله عليه وآله وسلم فهم شهداء شهداء الله في أرضه وشهداء على بلاغ الرسل الرسل لأمهم وبيان أحوال أقوامهم المكذبين وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا تمجيد وبيان لفضل هذه الأمة التي اختصها الله بهذا الفضل العظيم وبمعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبإنزال القرآن الكريم قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يعني هذا اختبار يعني ما أمرناك بأن تصلي إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك أنك تنتقل إلى الكعبة إلا ليكون هذا اختبار لمن يطيع لأن من كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المؤمنين الذين هاجروا كانوا يصلون قبل الهجرة إلى الكعبة فلما وصلوا هاجروا إلى المدينة توجه بهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس فلم يجدوا مناصا من طاعة الله وطاعة رسوله واستقبال الكعبة فهم قد تجاوزوا هذه الفتنة وتجاوزوا هذا الامتحان وأطاعوا أمر الله ولكنها فتنة أيضا واختبار لهؤلاء القوم المكذبين لهؤلاء اليهود الذين رفضوا واعترضوا على تحول النبي عليه الصلاة والسلام من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه قال وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن الله بالناس لرؤوف الرحيم صلاة المؤمنين المهاجرين مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في المدينة إلى بيت المقدس كانت كبيرة على نفوسهم لأنهم كانوا يتمنون أن يظلوا مستقبلين في صلاتهم الكعبة لكنهم استجابوا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ثم الله تبارك وتعالى يقول وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن الله بالناس لرؤوف الرحيم هذه كما يذكر العلماء لها سبب نزول بعد أن حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بأمر الله تبارك وتعالى كان أناس من المسلمين مع الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا ماتوا قبل أن تحول القبلة فقال إخوانهم ما حال إخواننا الذين كانوا يصلون معنا يعني كانوا يخشون أن تبطل صلاتهم إلى بيت المقدس فالله سبحانه وتعالى طمأنهم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم ما كان ليضيع إيمانكم يعني ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل تحول القبلة صلاتهم صحيحة وإذا ماتوا فإنهم في هذه الحال لا يسألون عن استقبال الكعبة لأنهم أدوا ما أمروا به في ذلك الوقت وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف الرحيم ختم الآية بالرأفة والرحمة هذا فيه إشعار بعفو الله وفضله ورحمته ولطفه بعباده وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي والسبي هو ما يؤسر ويؤخذ في المعركة بعد أن يظهر المسلمون على الكفار يأخذون من تحصلوا عليه من الرجال والنساء والصغار يأخذونهم سبيا في حكم الرقيق وهم يتصرفون فيهم بعد ذلك بما تبليه عليهم المصلحة من أعتاقهم والعفو عنهم أو أخذ الفدية منهم أو استرقاقهم فرأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من السبي امرأة فقدت وليدها كانت امرأة ترضى فضاع منها وليدها في زحمة المعركة والسبي ضاع منها وليدها وكان هناك مجموعة من الأطفال الصغار وهي أصبحت كالمجنونة لا تدري ماذا تفعل كانت تأخذ الأطفال واحدا واحدا تلصقهم بصدرها تأخذ الطفل فتلصقه بصدره لتختبر هل هو ابنها أو غير ابنها فما كان يقبل عليها أحد حتى أخذت وجدت ابنها فألصقته بصدرها فالتقمت ذيها فاطمأنت نفسها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يرقبون هذا المشهد فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر بعد كل هذه العواطف التي أدت بها إلى ما يشبه الجنون هل يمكن أن يتصور أن هذه المرأة تلقي بولدها في النار وهي تقدر على أن لا تلقيه قالوا لا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فينبغي هذا فيه أيضا طمأنة للمسلم أنه باستقامته على أمر الله حتى وإن حصل منه تقصير أو حصل منه تهاون فرأفة الله ورحمته به أوسع من كل شيء قد نرى تقلب إقواجيك في السماء هذه يعني حكاية للقصة كيف بدأ تفكير النبي عليه الصلاة والسلام في تحويل القبلة وكيف حصل ذلك كما قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يردد بصره بعد الصلاة بعد أن يصلي إلى بيت المقدس ينظر إلى السماء كأنه يتطلع إلى وحي ينزل عليه يأمره بالتوجه إلى الكعبة فالله سبحانه وتعالى ما كان غافلا عن ذلك حاشة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها يعني لنوجهنك إلى قبلة تحبها وترغب في أن تتوجه إليها وهي الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام الذي بنى البيت فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا أمر هذا الأمر ناسخ للتوجه إلى بيت المقدس وهذا كما يقول العلماء علماء الأصول يقولون هذا دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن أين السنة؟ السنة هي في توجه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته عندما قدم إلى المدينة إلى بيت المقدس هذا لم يرد فيه نص قرآني ولكن جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام به فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا إنما هو بوحي من الله السنة موحى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنسخت بالقرآن بقوله تبارك وتعالى فولي وجهك تجه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره في أي بقعة من بقاع الأرض في المشرق في المغرب في غيره من الجهات وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أَهْلُ الْكِتَابَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ يَعْلَمُونَ يَقِينًا أن هذا النبي سيصلي أولا إلى بيت المقدس وأنه يعود فيصلي إلى الكعبة عندهم هذا في كتبهم لا يحتاجون إلى دليل لكنهم جحدوا ما علموا جحدوه وكذبوه وإنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوا مَهْمَا عَمِلُوا مَهْمَا كَذَّبُوا مَهْمَا أَخْفَوْا فإنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَىٰ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثم الله تبارك وتعالى يُبَيِّن لرسوله عليه الصلاة والسلام ميائساً له من هؤلاء القوم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية كل الأدلة لتثبت لهم أن استقبال الكعبة هو من عند الله وأنه بأمر صحيح من الله تبارك وتعالى ما تبعوا قبلتك يعني لا تتعب نفسك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية مهما جئت به من الأدلة والإثباتات فإنهم لن يقبلوا ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعاً قبلتهم بعد أن أمرك الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى الكعبة لست بمصل إلى بيت المقدس وما بعضهم بتابعاً قبلت بعض أيضاً هم أهل الكتاب بينهم اختلاف في التوجه اليهود يتوجهون إلى بيت المقدس والنصارى كما ورد يصلون إلى جهة الشمس فهؤلاء مختلفون هم فيما بينهم فكيف تطمع في أن يقبلوا بقبلتهم هم مختلفون فيما بينهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعاً قبلتهم وما بعضهم بتابعاً قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى يعني لا يغرك شأن هؤلاء في أنك تريد أن تقربهم أو أن تؤثر عليهم أو أن تستميل قلوبهم للإسلام هؤلاء لن يقبلوا ولئن اتبعت أهواءهم في أنهم يرغبون في أن تستقبل قبلتهم بعدما جاءك من العلم بعدما أمرك الله به من التوجه إلى الكعبة إنك إذن لمن الظالمين هذا الظلم جحود كيف تخالف أمر الله ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخالف أمر الله ولكن الله سبحانه وتعالى كان يخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور ببعض التوجيهات ليكون في ذلك عبرة للأمة لأن خطاب الله لرسوله عليه الصلاة والسلام هو خطاب للأمة خطاب للأمة خطاب للأمة فهذا الذي ينكس عن أمر الله ويخالف أمره هذا من الظالمين وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لكن هذا فيه توجيه وبيان إذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى أن يكون ذلك في حق الأمة ألا تنكس وأن لا تغير وأن لا تخالف أمر الله تبارك وتعالى ومن ذلك أيها الإخوة على سبيل الاستطراد أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالتقوى التقوى قال تبارك وتعالى يا أيها النبي اتقل الله اتقل الله والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده تردد ولا شك في تقوى الله لكن هذا تنبيه من الله سبحانه وتحذير إذا كان هذا في حق النبي فمن باب أولى أن يكون في حق الأمة أنها تتقي الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونها بعض الناس الآن ومما يؤسف له أنك إذا ذكرته بتقوى الله وقلت له اتقل الله سار وغضب وكأنك وضعت على رأسه الجبال وكأنك شتمته في عرضه وفي أهله ونهبت ماله اتقل الله الله وجه نبيه وقال له اتقل الله من أنت بجوار رسول الله حتى تأنف من التذكير بالتقوى نعم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الألم إنك إذا لمن الظالمين وهذا فيه تحذير لمن كان له أتباع أو من كان من العلماء أو من كانت له كلمة مسموعة أنه لا يخالف الحق ولا يجوز له أن يغير أمر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه وسيؤاخده إن فعل ذلك ثم الله سبحانه وتعالى يبين لرسوله عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لا يكذبونك يعرفون هذا الأمر يقينا في كتبهم الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم معرفة الإنسان بابنه هذه أعلى أنواع المعارف يعرف اسمه وتاريخ ولادته وأوصافه وقدراته يعرف كل شيء عنه وهذا من باب التقريب كناية عن أنهم يعرفون هذا الأمر تفصيلا لا يغفى عليهم من شيء يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ما كانوا جهله هؤلاء الذين أنكروا وكذبوا ما كانوا يجهلون هذا الأمر وهذا أيضا أيها الإخوة كما ذكرنا سابقا من عدل الله تبارك وتعالى ومن الإنصاف الذي اتسمت به هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى لم ينسوا بالإنكار لهم جميعا قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق لكن بعضهم يتبعون الحق وقد وجد منهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من آمن مثل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان من أكبر أحبار اليهود فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقن من هذه الأمور قال فلا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يعني هذا الذي أنزل عليك هو الحق الذي أمر الله به سبحانه وتعالى فلا تخالفه ولا تغيره ولا تحد عنه حتى وإن خالفه هؤلاء وإن لم يقبلوا به ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير كل أمة لها وجهة لها قبلة تستقبلها وكل إنسان في عمله له اتجاه معين وله رغبة وله قصد معين فاستبقوا الخيرات المطلوب إذن ما هو أن الإنسان المسلم يبادر إلى اقتناص الخيرات ومن أهم هذه الخيرات ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يستقيم على أمر الله إذا أمر بأمر أن يسارع إلى تطبيق هذا الأمر وسارع إلى مغفرة من ربك فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا في يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين إن الله على كل شيء قدير قال تبارك وتعالى موجها الخطاب لرسوله عليه الصلاة والسلام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافر من عما تعملون تقدم في الآية التي قبل أن الله سبحانه وتعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافر عن ما يعملون لكن هنا قال بعد هذه الرحلة رحلة الشك من أهل الكتاب وتكذيبهم وإنكارهم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن لا يلتفت لهذا الإنكار ولا إلى هذا التشكيك ووجهه قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك هذا الحق الذي لا مريت فيه وما الله بغافر عن ما تعملون الله سبحانه وتعالى مطلئ رقيب على كل شيء ثم بعد ذلك قد يتساءل سائل إذا كان هذا التوجيه للرسول عليه الصلاة والسلام ما ورد فيه توجيه للأمة من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافر عن ما تعملون وما شأن الأمة كيف تصلي الأمة وردت الآية هذه الأخيرة زيادة في التأكيد على أن القبلة للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته هي الكعبة المشرفة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لماذا إذن ورد الأمر بالتوجه إلى الكعبة في ثلاث آيات في ثلاثة مواطن فولي وجهك شطر المسجد الحرام ثم قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وفي هذه الآية الثالثة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة له ولأمته لماذا هذا التكرار هذا أولا فيه زيادة تأكيد لكن في كل موطن من المواطن كان له معنا معين فقوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة هذا ابتداء فرضية تحويل القبلة هذا يكفي لإلزام المؤمنين بالتوجه إلى الكعبة لكن في الآية الثانية وهي قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون هذا تأكيد للنبي عليه الصلاة والسلام بعد قصة التكذيب هذه والجحود والإنكار التي جاء بها هؤلاء والتي تلبسوا بها والتي لا يرضون تغيير موقفهم منها وهي تكذيب ما جاء به الرسول وتكذيب ما في كتبهم الله سبحانه وتعالى أكد له أن هذه القبلة أن يتوجه إلى هذه القبلة وأنها الحق من الله سبحانه وتعالى لكن الآية الأخيرة لإزالة الشك ولبيان الحكم اللازم له ولجميع الأمة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرة للمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة هذه حكمة أخرى لماذا؟ الكفار في مكة يقولون لماذا هذا يزعم أنه على دين إبراهيم وأنه نبي من عند الله ثم يتوجه إلى بيت المقدس لماذا؟ ولماذا صلى إلى بيت المقدس مدة ثم بعد ذلك غير قال لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في آية متقدمة وللخل الله المشرق والمغرب ما يقيم أحد على المسلمين حجة لأنهم صلوا فترة إلى بيت المقدس ثم صلوا بعد ذلك إلى الكعبة هذا كله لله الجهاد كلها لله والكون كله لله فهو الذي يأمر وينهى وهو الذي يجب أن يطاع وحيث ما كنت لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الذين ظلموا ومنهم هؤلاء أهل الكتاب يقولون لماذا توجه إلى بيت المقدس ثم عدل عن ذلك فلا تخشوهم وخشوني لا يضركم أمرهم لا تلتفتوا إلى كيدهم ومكرهم وإنكارهم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون هذا من إتمام النعمة على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى وصلها بشريعة إبراهيم عليه السلام هذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام فاستقبلوا القبلة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام ولعلكم تهتدون هذا من الله سبحانه وتعالى وعد أنهم إذا استقاموا على ذلك فإنه سيهديهم لأن هذه هي أسباب الهداية قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم خطاب للأمة يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذه آية فيها عبرة عظيمة أيها الإخوة لو نعود إلى قصة بناء البيت إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام ماذا قال وهما يبنيان البيت ماذا طلبا من ربهما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا دعاء إبراهيم وإسماعيل لربهم تبارك وتعالى فالله هنا استجاب هذه استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعاء من لدعاء إبراهيم وإسماعيل المتقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم لأنهم في دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم هذه استجابة من الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم استجابة لما طلبه إبراهيم إسماعيل عليه السلام يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة من أمور الغيب من الأشياء التي تكون بعد الموت في القبور وفي مرحلة البرزخ وفي يوم القيامة وفي أوصاف الجنة وفي أوصاف النار التي لم تذكر في القرآن الكريم هذا شيء عظيم يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ما كان للناس ولا المسلمين وسيلة لعلم هذه الأمور إلا بما أوحى به الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وهذه من أجل النعم أن الله سبحانه وتعالى أنار بصائرهم وهداهم ما تركهم لأنفسهم حتى يضلوا بين لهم أرسل لهم رسوله وأنزل عليهم كتابه يعلمهم ويزكيهم يطهروا نفوسهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم ما أنزله الله تبارك وتعالى في القرآن ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أخبار الأمم السابقة التي لم تذكر في القرآن أخبار ما بعد الموت أخبار الموقف والحساب والجزاء والجنة والنار هذه الأمور كلها أمور المغيبات هذه السابقة واللاحقة من علمنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله تبارك وتعالى به إلى يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إذن حيال هذه النعم الكثيرة هذه النعم إرسال الرسول والهداية وإنزال الكتاب والرسول علمهم هذه العلوم وزكى نفوسهم وطهرهم وبان لهم الخير وبين لهم طريق الاستقامة وجعلهم شهداء على الأمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم هذه النعم ألا تستحق الشكر؟ نعم الله سبحانه وتعالى قيدها وجزاؤها الشكر عليها الشكر عليها لأن الله سبحانه وتعالى قد تأذن بالزيادة لمن شكر وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد كفرتم بالنعم ثم هنا فيها تذكير فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني هذه النعم الكثيرة حقيقة بأن يفني العبد نفسه في شكر الله سبحانه وتعالى عليها والاستقامة على مبتغاها حتى تكتب له النجاة والإنسان في هذا المسلم من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يقيس نفسه بأهل الكتاب هؤلاء الذين ظلوا وأظلوا ويرى ما هم فيه من الضلال والضياع والتحريف والكذب ومخالفة أمر الله وما أنزله الله عليهم وما توعدهم به وما جعله عليهم من العذاب الأليم واللعن بسبب مخالفتهم وينظر لنفسه فيرى أنه في مرتبة من مراتب عفو الله وهدايته ولطفه ورحمته أنه أنزل إليه هذا الرسول وأنزل عليه هذا الكتاب أبين له طريقة الحق والخير اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هذا هو جزاء النعم أن الإنسان المسلم يستقيم على شكرها نضيف ضميمة أخيرة أيها الإخوة هنا وهي في استجابة دعاء الله تبارك وتعالى في استجابة دعاء إبراهيم وإسماعيل لربهم عندما دعواه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم فقال الله هنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون هذا استجابة لما؟ لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليه السلام هذا يستفاد منه أمور كثيرة منها أولا أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الأنبياء دعاء الأنبياء مقبول لأقوامهم وعليهم كما دعى نوح عليه السلام على قومه بعد أن يأس منهم وكما جاء أيضا في الأثر أن لكل نبي دعوة مستجابة النبي عليه السلام يقول فإبراهيم دعا هو وابنه بهذا الأمر أن الله يبعث في هذه الأمة رسولا منها وأنه ينزل عليه الكتاب ويرسله لهم يهديهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فاستجاب الله هذا الدعاء هذا دليل على أن دعاء الأنبياء مستجاب هذه واحدة والثانية هي أهمية الدعاء أهمية الدعاء ومنزلته في هذا الدين الدعاء هو الرجاء ولكنه لا يكون كذلك إلا مع القضوع والتذل لله تبارك وتعالى أن العبد الذي يدعو ربه يظهر انقطاعه وذله وافتقاره إلى ربه تبارك وتعالى وهذا غاية العبادة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة يعني هو العبادة الحقيقية لأن العبد لا يدعو إلا وهو في هذه المرتبة من الذلة والضعف والحاجة والافتقار سدت أمامه السبل لا يجد ملجأا ولا منجا ولا يجد من يقضي له حاجته إلا الله سبحانه وتتوجه إليه ولذلك الله أمر عباده بهذا الأمر لأنه هو الأمر الذي تتحقق فيه العبودية بأجل صورها وقال ربكم أدعوني أستجب لكم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أدعوا ربكم تضرعهم وخفوهم إنه لا يحب المعتدين هذا يدل على أهمية الدعاء هذا من ناحية ومن ناحية ثالثة هي أهمية دعاء الوالدين لأبنائهما إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام هؤلاء دريتهم فهم دعوا لهم بصدق وبالجوء إلى الله سبحانه وتعالى فالله استجاب دعاءهم لذريتهم فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على الدعاء لأولاده بالهداية وبالخير وأن يجتنب الدعاء عليهم الدعاء عليهم هذا مضنة شقائهم والعياذ بالله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم توافقوا ساعة استجابة فيستجاب لكم هؤلاء الذين يدعون على أبنائهم والعياذ بالله يقول لعنه الله أو قسمه الله أو كسر الله رجلك أو فعل بك كذا أو كذا دعاء عليه وكثيرا ما يحصل من الأمور التي تلحق بالأبناء بسبب دعاء آبائهم عليهم وإذا كان الأب رحيما شفيقا على أبنائه وهذا هو المفترض فإنه يجب أن يجتنب الدعاء على أولاده وأن يحرص على الدعاء لهم بالخير نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا جميعا من من يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وأن ينصر الإسلام والمسلمين اللهم أنا نسألك بأسمائك الفسنة وبصفاتك العلا أن تهدينا سواء السبيل وأن تنصر الإسلام والمسلمين الله رمضان ضعف إخواننا في غزة وفلسطين اللهم أنصرهم بنصره اللهم أيدهم بتأييدك اللهم أنصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أنجل المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين من عدوهم يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ترجمة نانسي قنقر